السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اماني من قناة ريبيانكو. النهاردة باذن الله هنعمل المكارونة المدخنة. يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول. المكونات اللي معنا. واحدة فلفلاية حمره الوان. واحدة سبيسي. وطماطم. وبصل. وتوم. آآ دولة هنحطوهم تحت الشواية. هنحطوهم تحت الشواية. ياخدو لون. كأننا بنشو بتنجام بالزبط. الخطوة التانية. آآ معنا نص كيلو لحمة مفهومة. آآ بصل مفهوم. آآ فلفل الوان. آآ معنا التوابل. ملح فلفل بابكام دخنة. بهارات لحمة. آآ بصل بضرة. طوم بضرة. آآ ولو مطحون. آآ التوابل دي حسب رغبطك انت. هنحط الطاصة على البطو مجاز. هنسخنها. وننزل بالزيت. هننزل باللحمة. هنشوحها مع الزيت. احنا ممكن نحط وبع كيلو لحمة. بس انا عملت نص كيلو لحمة عشان هو كان عندي نص كيلو على بعض. هننزل بالبصل. ونقلبه كويس مع اللحمة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. لغاية ما يشرب المية بتاعته. هننزل هنا بالتوابل بتاعتنا. منقلبها كويس. آآ لو ما فيش بابكام دخنة هنحط بابكا عادية عادي. احنا الخضار اللي احنا شوناه تحت الشواية. آآ هو خد ريح المدخنة. فخلاص يعني مش مفيش مشكلة. هننزل بالفلفل الالوان. ولو ما فيش فلفل الالوان ممكن فلفلية واحدة بس. هنا عصفة حوالي نص كيلو طماطم. نزلت بيه على اللحمة. وهنقلبه كويس. ونسيبه يستوي مع بعضه. هنا استوى. وهندفع عليه. هنا الخضار المشوي حطيناه في الكبة. وهنفهم كويس. هننعم كويس. كده نعمناه. هننزل بيه في الحلة. وهنحط عليه ملح. وفلفل اسفل. وهنحط عليه شوية زيت. وهنقلبه كويس. اول ما يغلي هنكون سلقين الماكرونة. وننزل بيه عليه. انا مش قادة اوصف لكم طعم مؤدقيه جميل وريحة جميلة. هنقلبها كويس. وهنا حطيناها في الطبع. وحطينا عليها اللحمة المفهومة. وبالهنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.